المهم السلام عليكم اختيك انتمنى ان الله تكون بخير في الاخير واي واحد بغي يشوف هذا الفيديو هذا كذلك هنبارتاجي معكم هنا في جروب اللي بغي يشوف هذا الفيديو هذا المهم هذا الفيديو هذا بطلب الاخت وحتم طلاب معكم هنا ومشاركة في القناة توصية المدفوعة سؤولتني واحد السؤال اول مرة كنت تدخل منصة get.io او bitmart المنصة bitmart او get.io هي منصة شبيهة ببينانس هذا هو الشكل دياله يعني كلهم جميع المنصات كلها شبيهة تقريبا باينانس نفس سيسته الا انه كي المشكل بسيط عند المنصات هادو دائما المشكل البسيط الذي يواجه المتداولي الجدد وهو مسألة او يعني بمعنى ان الناس يعتون يريدون الشراء في باينانس تكون هناك سيولة كبيرة جدا وعدد طلبات كبير جدا وبيع وشراء ناشط جدا بمعنى انه اريد شراء مثلا عملة الموني بصفر فاصلة واحد وعشرين ستين مثلا سنعطي مثال على عملة الموني في باينانس اما نضع هنا الماركت برايس يعني الماركت برايس ويتم شراء مباشرة بالماركت برايس يعني يكون قريب جدا من السعر الحالي او قريب منه يعني لا يوجد فرق كبير جدا لكن هنا في هذه المنصات فيها سيولة قليلة جدا وسنرى مثلا سعر البيع هو واحد وعشرين ستين سعر واحد وعشرين ستين سبعة واحد وعشرين ستين تمانية هذا هو ما اسعار البيع تكون دائما بالاحمر والناس التي تطلب الشراء بهذا السعر يعني هناك طلب وهناك عرض وشخص ينظر للاخر من يتنازل ويريد شراء مثلا اما البائع سيتنازل ويبيع بسعر البائع المشتري او المشتري سيتنازل عن سعر عرضه وسيشتري بعرض المشتري اذا هذه الطريقة في المنصات اللا يعني اللا مركزية كذلك لكن السيولة تكون فيها قليلة جدا احيانا بعض العملات تجد اختلاف كبير جدا ما بين سعر السوق هو الوسط وسعر العرض الشراء عروض الشراء تكون بعيدة جدا عن عروض البيع او عن عروض السوق لكن حاليا ترى انه قريب جدا في عملة الموني لكن هنا مشكلة بسيطة جدا احيانا تجد السعر مثلا نريد ان نشتري هنا عندما تحدد مثلا المبلغ 500 دولار مثلا اريد شراء 500 دولار من عملة الموني مثلا مثلا لكن كم ستعطينا 500 دولار سنحتاج لشراء 2317 عملة 2317 عملة اذا رأينا هنا سنرى الكمية هذا عنده 159 فقط الذي يبيع بـ 21607 فقط 159 حبة بمعنى اذا وضعت الماركت برايس ستشاري بهذا السعر 3000 يعني بالـ 85 انظر 2160 ليست هي 2168 هناك فرق كبير جدا واحيانا تكون هذه الفرقات كبيرة جدا بـ 30% في السوق لهذا يجب عليك تحديد هنا الكمية كم عندك وترى هل هي كافية 2370 الطلب الاول ضعيف جدا طلب الثاني ضعيف جدا لكي اشتري هذه الكمية يجب علي يا سيدي هنا عندنا 3000 ان اشتري بـ 2168 3 استضعونا 2168 3 اذا بهذا السعر سأستطيع الشراء لان توجد 3000 عملة او بهذا السعر 2168 3 نعم انظر الان تغير السعر لان هناك شخص اشترى الكمية واصبح 2167 نعم نزل السعر 2167 3 اذا وضعت هنا 2167 3 يمكنك الشراء مباشرة لان الكمية كافية لكن اذا وضعت السعر الماركت فانها تصبح كوبرا مثلا سنشتري هنا 10 دولار مثلا لنقول سنشتري 10 دولار وهنا نضع مثلا السعر الماركت الحالي وهو 2167 3 يتم الشراء انظر 10 دولار اذا سيبقى الوردر معلق تراون هنا بعدما تدخل طبع الباسورد هنا ستجد ان الوردر يعني سيبقى معلق او لا ربما تم الشراء تم الشراء اذا تم الشراء تريد دقيقة اخوان انا اطبخ واكن بمقوم في آن واحد احتجر رمضان هذا وقت الطبخ المهم سنكمل الآن الطلاب كما رأيتم انه تم الشراء لماذا لان الكمية كانت كافية قليلة جدا وهناك شخص كان يريد البيع بذلك السعر اذا هنا سنرى تريد يعني تم شراء كمية الموني الحالية هنا تم الشراء الكمية ب 8.28715 عفوا هذا الو اس دي تي لا بواحد وعشرين هنا واحد وعشرين ستمية وسبعة واحد وعشرين ستمية وسبعة يعني باعني شخصان او كان يعني اثنين الوردر الذي شريناه اذا عندما تريد البيع كذلك سيل اذا اردت البيع بسعر الماركت فاجده يجب عليك رؤية اسعار الشراء هذه هي اصحاب الذين يشترون هذه هي اسعارهم وهذه الكمية التي يريدون سراءها بكم السعر حاليا سنضع صف الفاصلة اثنان واحد ستمية وستة مثلا اذا كم عندي الكمية ستة واربعين موني فقط عندي ستة واربعين موني يعني بالسعر الاول بالاربع وعشرين انظر واحد وعشرين ستة لن يتم البيع انظر هنا لن يتم البيع سيبقى معلق الوردر لماذا لان واحد وعشرين ستة ليوجد شخص يريد الشراء بها بل الشخص الذي يريد الشراء هو واحد وعشرين خمسة اثنين اربعة اذا تأتي هنا وتلغي الطلب طلب البيع وتأتي وتبدأ هنا بالبيع تحدد مبلغ اول مشاري والكمية الذي يوافق كميتك اذا لم يكن اول مشاري يوافق الكمية شاهد ثاني مشاري ثالث مشاري حتى تقوم بجمع هذه الكميات معا اذا وضعت سعر ثالث مشاري يتم شراء المشاري الاول والتاني وتنتقل مباشرة للثالث لان طريقة الشراء في هذه المنصة يبدأون بارخص سعر ثم الذي بعده ثم الذي بعده حتى يكملون لك الكمية حتى لو وضعت سعر يعني غالي فانهم يشترون لك الارخص اولا وهذه مسألة جيدة جدا اذا ترون هنا سنضع ليس الماركت برايس لكننا سنبيع سنبيع لأول شخص لانه عنده الكمية كافية عندنا واحد وعشرين خمس اتنين اربعة هنا ترون انه تسعة فاصلة اثنين وتسعين سيتم البيع مباشرة تم البيع هنا ستجدوا انه تم البيع انظر هنا هذا هو طالب ببيع تم البيع هذه العمولة اخدوا سفر فاصلة سفر اثنين دولار الفوليوم تسعة فاصلة اثنين وتسعين دولار بيعنا يعني خسرنا سفر فاصلة سفر تمانية دولار والبيع بيننا بواحد وعشرين خمس وعشرين هنا تتم العملية مباشرة لكن لا تبع دائما لهذه اسعار البيع الشراء حتى ترى ان سعرهم مناسب لك لا يوجد اختلاف كبير جدا يعني اذا انظر الان سعر الماركت نزل لهذا التمن لماذا لان انا اشتريت بهذا التمن اذا السعر مباشرة ينزل لهذا التمن كذلك البيع نفس الشيء اذا رأيتم هاته هي الطريقة الصحيحة للشراء من هذه العملات لكن لا اتذكر احيانا يكون تمن بيع مثلا الماركت هنا لنقل ثلاثة دولار واول مشتري قد تجده مثلا يشتري بسعر رخيص جدا سعر مثلا سفر فاصلة مثلا اثنين دولار فاصلة اربعة لهذا يجب عليك ان تتأكد دائما من سعر بيعه والكمية اذا رأيت ان السعر مناسب لك تذهب مباشرة لحساب كميتك وهي بسيطة جدا ترى هنا هاي الكوانتيتي هنا وتذهب مباشرة يعني لرؤية اذا كانت مع الشخص الاول او الثاني او الثالث او الرابع لكنك ترى دائما اسعارهم هنا وتقارنها اذا كانت اسعار للبيع جيدة جدا مثلا تضع سعر الشخص الرابع مثلا فرضا اننا نريد بيع مثلا هنا عندنا ستلاف مثلا ستلاف موني مثلا نقول عندنا ستلاف موني ستلاف موني نريد بيعها الان بالسعر الاول عندها ستين تاني مئة وثمانتاش مئة ستة وخمسين سبعمية وهدي الفين الفين اذا سنبيعه بسعر الشخص السابع لكي يتم البيع لكل هؤلاء الناس وناخدها جزء من الشخص السابع بمعنى ان السعر سيكون يعني سعر البيع الذي ستضع هو واحد وعشرين اربعة سبعة خمسة صيف الفاصيلة واحد وعشرين اربعة سبعة خمسة هذا المثال بسيط جدا على تي العملة هو الذي ستبيع به ماذا لان الفين وستمية خمسين زائد الفين ومئة هي تقريبا مهم ستصل سبعة تلاف تقريبا لسابع رقم تقريبا واذا لم تكتمي الكمية فستجد ان تم شراء بسعر مثلا اللهم صلى الله عليه وسلم محمد البيع بسعر مثلا تم بيع تمانين بالمئة او ستين بالمئة فماذا يحدث مثلا ماذا يحدث الطريقة بسيطة جدا دعوني اشاري هنا شيء واحد وعشرين ستة لنقول مثلا واحد وعشرين واحد وعشرين ستة صفر سبعة هنا ترون ان الكمية التي يمكنني بيعها عندنا هنا التي يمكن طبعا شراءها ستكون كبيرة جدا الفين وثلاثمية سبعة طرر في حين بهذا السعر هو فقط واحد وعشرين يعني اربعة وخمسين فاصل اربعة وتسعين او حتى الرقم الثاني بفقط الف وستمية يعني هنا سيتم ستتمر العملية سيتم شراء مثلا خمستاشر بالمئة عشرين بالمئة ماذا تفعل لإكمال الكمية يمكنك عمل تحديد سعر اخر هكذا يمكنك وضع الليميت او ببساطة يعني هذه طريقة الامنة للشراء اذا الان شرحنا سنبحث لو وجدت لكم عملات يكون فرق كبير جدا بين سعر الشراء وسعر البيع سنبحث ماتنا سنرى هذه العملة دعونا نبحث او ماذا يا الهي دعنا تؤامون عليكم كم كان سعر هذه العملة تخيل مع هذه العملة كان سعر تسعة دولار تسعة دولار الان هي بكم سفر فاصلة تسعة عشر بشش لا عنا تؤامون عليكم سفر فاصلة تسعة عشر المهم سنرى مثلا نريد الشراء طاق خمسمية دولار عندنا مثلا اذا تم ايقاف العملة اظن انها موقفة المهم العملة موقفة دعونا نبحث في منسس بيت مارت بيت مارت نفس الشي نفسه نفس 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 النظام فقط مسألة السيولة والكوانتيتي التي نقول انها يعني الكمية او هنا سندخل هنا قد نجد بعض العملات اللعينة التي في هذه تعطينا هذا السمبل او المثال الذي اريد ان اعطيك المثال الذي نقول عملة سكريت عملة سكريت عملة سكريت تعطينا هذه تعطيني دائما هذا المثال لكن اليوم لا ادري اين هي والسكريت واصبح الله اذا هاتي عملة سكريت مثلا اربعة دولار هو سعر البيع نريد الشراء مثلا سنرى اسعار هنا ترون ان اسعار البيع بالاحمر اسعار الشراء بالاخضر عروض الشراء انت ادارة الشراء تضع عرض مع هؤلاء اذا كان اعلى منهم تشتريه اذا هنا مثال انظر هنا حاليا سعر السوق هو اربعة دولار لكن لا احد يريد البيع بأربعة دولار لماذا ارخص سعر شراء هو خمسة فاصلة خمسة دولار خمسة فاصلة خمسة دولار سنقوم مثلا لا يوجد عندي رصيد محرر هنا المهم هنا رأيتم ان الفرق ما بينه اربعة دولار هو سعر السوق اقرب ارخص شخص يعني واضع هنا الناس واضعون مثلا اربعة فاصلة واحد وعشرين دولار اربعة فاصلة عشرين هناك طلبين لكن لا احد يبيعهما لان ارخص سعر شراء هنا في المنصة دعك من سعر السوق هذا سعر العالمي يعني سعر الكريبتو في كل المنصات اربعة دولار واصلة بمعنى قيمة هذه العملة في المنصات الاخرى اربعة دولار ستجدها كذلك هنا اظن في باينانس My name's vote هاي الانس منصة تقيلة جدا يعني طريقة تدول فيها هي تقيلة جدا دوت ايو. اعفوا. هذا هو هنا انظر لسعره خمسة فاصلة اثنين وسبعين دولار. هنا. وهناك اربعة فاصلة يعني لماذا تجد في هذه المشاكل? سبب بسيط جدا هو ان كمية او عدد عدده قليل جدا. يعني تجد متضارب. هنا انظر لسعره خمسة فاصلة اثنين وسبعين دولار. انظر لهنا في باينانس ستجده بسعر اخر. خمسة فاصلة اثنين وسبعين كذلك باينانس والجيت دوت ايو متشابهان في سعر السيكرت. لماذا? يعني تقريبا متزامن. لكن انظر مشكلة سيولة تجعل السعر هنا يكون في اربعة دولار. في اربعة دولار فقط. بمعنى ان السعر الحالي في السوق خمسة فاصلة اثنين وسبعين لكن هنا في البيت مارت فقط اربعة دولار. وارخص شخص يريد البيع يريد البيع ارخص من السوق العالمي بخمسة فاصلة خمسين دولار. بمعنى فرضا اننا نريد الشراء بنتنا اربعة فاصلة اربعة دولار اربعة فاصلة خمسة لن يتم البيع اربعة. خمسة دولار لن يتم الشراء حتى تعطي مبلغ الخمسة فاصلة خمسة. وهنا نعود للقصة. فرضا انك تريد مثلا الف دولار. ستعطيك ستكون بحاجة 249 عملة بمعنى أن سعر لشراء 1000 دولار حاليا تحتاج الشراء بالسعر الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن أي أنك بحاجة للشراء بسعر 6.6 دولار تقريبا يجب عليك وضع 6.6 دولار لإكمال الكمية 1000 دولار إذن هذه كانت طريقة لكيفية شراء وكيفية البيع في منصات get.io أو أي منصة أخرى تكون للتداول لا توجد بها سيولة كبيرة جدا يعني عدد طلبات البيع وشراء تكون حتى ليست أكتيف كثير جدا انظر هنا لا يتحرك بتاتا السعر حتى الطلبات تراها متجمدة هنا تراها متجمدة المهم هذه من بعض الأمور التي تم طلبها من الأخت المشتركة معكم في قناة توصية المدفوعة سوميهولد في اي بي وأعطيتكم مثال هل يا بروفيسور مجال الشيتكوين مربح؟ مجال الشيتكوين هو خطير نسبيا هامش الخطر فيه عالي جدا بمعنى أن مجال استثماري تشتري عملة ثم تنتظرها لمدة طويلة جدا لتباع أو أحيانا تضري في لحظة مثلا أنا البارحة بيعت عملة الأمة بيعتها بالضعف تقريبا كان الربح فيها مئة بالمئة انظر تفعت هنا اشتريته بالثمنتاش بيعتها تقريبا في السبعة وثلاثين أو أكثر أقل اشتريته بالستاش وبيعتها في السبعة وثلاثين كان فيها ربح جيد جدا أظن هذه العملية ستجدوها هنا سأوريها لكم انظر هنا هاتي عملة ليس السيكريت بعت السيكريت قبل مدة طويلة جدا بكم تم بيع السيكريت قمت أنا ببيع السيكريت بتسعة دولار بعت تلك العملة بتسعة دولار تم بيعها بتسعة دولار هنا ترى بعتها بتسعة دولار قبل مدة لن تكن كمية كبيرة جدا منها صراحة تمانية وستين تلتمية وخمسة واربعين تلتمية وخمسة واربعين دولار 414 دولار اشتريتها تقريبا بمئتين دولار وبيعتها ب414 هل هذا المجال مربح؟ نعم مربح والله العظيم نسيت أنني كنت اشتريت لأن مدة قبل شهور سنرى هنا التاريخ سنجده نعم التاريخ هو يوم 15 شهر واحد من سنة 2021 تم بيع السيكريت بأي سعر تم بيعه بتسعة دولار تسعة دولار السعر الحالي كم في السوق سنرى الآن السيكريت انظر هذا السيكريت قمت ببيعه بتسعة دولار الآن كم سعره؟ يعني سعره الحالي في السوق أربعة دولار أو أقول أربعة فاصلة خمسة هنا تم بيعه السيكريت يصل أحيانا انظر لخمستاشر دولار كذلك يصل قد يصل لخمستاشر دولار لهذا هنا أشرح لكم بعض المعاملات يعني ذهبت لأريكم الآمة البارحة يعني حتى مجال الشيكوين كذلك يعني مربح لي فهم الناس هذه المسألة سأريكم يعني السيل أظن أنها الآمة البارحة تم بيعها قمت ببيع الآمة بستمائة دولار ستمائة وخمسة دولار اشتريتها بثلاثمائة دولار تقريبا لأنني بعت السيكريت بعت السيكريت واشتريت الآمة يعني اشتريت الآمة بثلاثمائة دولار ومرة أخرى تم بيعها الحمد لله بستمائة وخمسة دولار أي أن هناك أرباح جيدة جدا في هذا العالم عالم الشيكوين وغيره هذه كانت دورة بيبي تريدرز بيبي تريدرز بلاس وهذا واحد من دروسها يعني أشاركه معكم مجانا وهي كيفية يعني تحقيق أرباح خيالية جدا في الشيكوين الآمن طبعا ترون هنا الآمة ترون سيكريت ترون بعض العملات الأخرى التي ليست هي السيطامة وليست الشيكوين التي يتداول فيها الكل هناك عملات كثيرة جدا في هذا السوق الـ USDT تدخل هناك عملات تربح بـ 154% اليوم عملات تربح بـ 600% عملات تربح بـ 1000% عملات تربح بـ 20 ألف% لكن هذا المجال رغم أنه مربح إلا أنني أشرحه للمرة المليون أقول أنها مش الخطر فيه مرتفع بمعنى أنه إذا كنت تتداول في سوق مثلا بعشر تلاف دولار ونازل السوق سوق الشيكوين هنا ينزل بـ 1000% أحيانا ينزل بـ 2000% بمعنى عشر تلاف دولار قد تبقى لك مثلا ألف دولار أو خمسمائة دولار فقط لأنه يرتفع كذلك بأرقام خيالية جدا ونزوله بأرقام خيالية جدا لهذا لم أنشر دورة لحدود الساعة لم أشاركها لم أقم ببيعها ألغيت طلبات البيع وأرجعت للناس أموالهم لأنها مش الأمان هنا في عفوا في في دورة البيتريدر بلس كنا نحاول إصلاحه وتم اختراق منصة البيت مارت يعني تم اختراق منصة البيت مارت تم اختراق ثلاث عملات أخرى يعني في وقت صناعة الدورة ولهذا يعني وقفت الدورة مؤقتا حتى يعني أجد حلول لكل هذه المشاكل والحمد لله ترون أن الأمر مربح وجميل جدا هل أشتري الآن لأرباح هل أشتري السيكريت هل أشتري هذا العالم يجب عليك أن تأخذ توصيات من ناس يعني خبراء جدا 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 وأدكياء في مجال الشيتكوين خاصة مثلا مثل ترى أن العملات التي أتداول فيها يعني عملات عندها أسماء غريبة جدا ليست متدولة في فيسبوك وإنستغرام والتانية يعني يعني الناس غالبا تجدهم سيطة مع الفلوكي اللوفي لكننا هنا نتدول في عدة أنواع من العملات ونعرفها أنا أعرف العملات أعرف مثل تعني ويمبي أعرف مثلا عملات الفيمب أعرف مثلا المري نيكو سمايل أعرف الفيرو كذلك جيدة جدا أعرف أعرف كذلك عملات كثير كثير من عملات من نعرفها وهناك عملات أخرى لا أعرفها لكننا نراقبها بشكل يومي جدا ونضعها في شيء اسمه الفيفوريت ونبدأ نراقب ألاف عشرات مئات العملات وكل مرة نختار مثلا عملة الفري هنا عملة الفري حاليا هي ب 62 سنرى أين هي الفري سعرها سنرى عملة الفري حاليا سعرها نازل جدا يمكنك شراءها مثلا سنرى جوج 4.5 جوج 4.6 ويمكنك شراء عملة الفري مثلا وبيعها هنا في ب 13 يعني ب 62 وتبيعها 130 بمعنى تربح مئة بالمئة يعني يمكنك فعلها كذلك عملة الفري ليست سيئة جدا ويعني نعرف العملات الإخوان بهذا السعر ليست سيئة بالسعر الذي قلت لك الآن ليست سيئة وهناك عندنا الكثير من العملات هذه عملات مدروسة يعني أدرسها بعناية وأعرف من هي الجيدة فيها ومن هي السيئة من هي الخطيرة من كذا من كذا يعني نعرفهم كل يوميا نضيف عملات جديدة ليس فقط أننا نشاهدها هناك شيء مهم جدا حول أي عملة السلسي لا تعرف عنها لماذا قلت لكم أن العملة الفري خطيرة السكرت خطيرة سأقول لك لماذا ولماذا ترى ذلك التباين كامل السكرت انظر سأشرح لك شيء هنا هنا يجب عليك إذا كنت تتداول في الشيتكون يجب عليك أن تأخذ مثلا توصية واحدة في عملة واحدة من خبير حتى لو دفعت له مئة دولار على توصية واحدة وكنت تستثمر فيها مثلا فقط ألف دولار فأنت رابح لماذا؟ لأنه سيعطيك مثلا توصية جيدة جدا وتلك التوصية قد تتداعف بخمس مرات يعني تصبح خمس سلاف دولار وتلك التوصية أحيانا لا تنزل بك عشر مرات وتصبح ألف دولار مئة دولار هذه الفرق بين خبير جيد جدا في عالم الشيتكون وكذلك تداول الحمد لله أنا يعني جيد جدا في العالمين والحمد لله ترون يعني لا أقول جيد جدا عن نفسي بل ترى أن البارحة قمت يعني بضرب مئة بالمئة ربح يعني في الشيتكون رغم أن البارحة كان نهيار للبيتكون إذا نسيتم سأذكركم البارحة ماذا كان انظر البارحة ماذا كان البارحة وقبل البارحة ثلاثة أيام من النزول يا عمي انظر انظر ماذا حدث للعملات انظر ماذا حدث ترى هذا هذا مؤشر نسميه نحن هنا ترى هذا مؤشر نزول 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 كله نزول إذن هنا مؤشر واحد يوم ترى أن البارحة كانت هنا هنا كذلك انظر لها انظر لعملة الهيجيك ماذا حدث لها الى اين نزلت هذا فقط للبارحة اربعة ايام يعني نزول من 0.63 لـ 0.023 رقم كبير جدا يعني 300 بالمئة نزول او 200 بالمئة نزول تقريبا في من السعر الذي وصلت اليه في مدة اربعة ايام البيتكوين نفسها كذلك الاتريوم كذلك كان ينزل البارحة ساذكركم بالبارحة وقبل البارحة الاتريوم كان ينزل انظر ثلاثة ايام من النزول عنيفة جدا الآن يتعافى فقط السوق اليوم الحمد لله والبيتكوين نفسها البيتكوين كذلك انظر كيف كان النزول البارحة هنا ترى النزول هذا كله نزول يعتبر نزول لكن البارحة انظر لشمعة البارحة كيف هي شمعة بدون فتيل شمعة بدون فتيل لتفهم أن البارحة كان فقط نزول لا يوجد هناك لا تراجع لا ارتفاع لا شيء يعني شمعة بدون فتيل والسوق حاليا نقوم بهذه الأرباح والسوق في 43 ألف دولار للبيتكوين تخيل ما عندما تعود البيتكوين لترتفع وتصل لـ 70 ألف دولار أو 75 ألف دولار كم ستحقق بعض العملات تحقق 20 ألف بالمئة بعض العملات تحقق 2000 بالمئة عملات تحقق 500 بالمئة 600 بالمئة 10 ألف 20 ألف في الشيطكوين لكن المجال خطير جدا لهذا لا تتداول فيه بمبالغ كبيرة جدا 40 ألف دولار إذا كنت تتداول في الشيطكوين بـ 40 ألف دولار نعم أنت جيد جدا تريد الحصول على مئات أو ملايين دولارات نعم حقك لكنك غبي جدا لأنك تقوم بعمل ريسك أو بعمل جامبلين بـ 40 ألف دولار من أجل ملايين دولار ونسيت أن تحمل 40 ألف دولار قد تصبح أربعة ألاف دولار أو ألفين دولار بما أن هذا العالم يرتفع بعشرات الآلاف المرات كذلك قد ينزل بعشرات الآلاف المرات وهذا ما حدث لكل أصحاب شيطكوين حاليا في السيطام الفلوكي اللوفي وغيره لهذا يجب عليك معرفة العملات مثلا عملة سيكريت عندما أعطيتكم مثال انظر للكوين إنفو مثلا هنا ستجد أن سبعة وستين مليون فقط سبعة وستين مليون عملة فقط هو الذي عندها بمعنى أن سبعة وستين مليون يمكن التلاعب بها يمينا ويسارا بسرعة البرق يمكن أن ترتفي على أرقام كبيرة جدا ويمكنها النزول لأرقام كديرة جدا كذلك العملة نعرف هنا عندنا جميع معلوماتها هنا في الأسفل جميع معلومات العملة تجد عليها البروجيك الخاص بها كل العملة أجمل شيء في البيت مارت هو الشيء الذي أحبه صراحة أي عملة مثلا تدخل هنا للعملة ستجد عليها جميع المعلومات في الإنفو انظر في البيت مارت ستجد الطوطر سبلي عندما هذا كم هذا عندما سيكس تليون أو لا ندري كم تلا ليون كوادرليونات أكثر من عشرة كوادرليون أكثر أكثر ليس عشرة كوادرليون أكثر من ذلك الرقم لا أستطيع حساب كل تلك الأصفار عينية توجعون المهم هنا تجدوا معلومات عن المشروع طوطر سبلي وهذه الأمور يجب عليك أخذ دورات احترافية مثلا مثل دورات البيبي تريدر بلاس أو الفالكون ستراتيجي أو البلوك بيرز هي التي تشرح لك هذه الأمور وتدخلك لعالم التحليل وعالم يعني أن تصبح تقني يعني تقني في المجال بمعنى أنك تفهم في الأمور تقنية تصبح تحل العملات تصبح تفهم كيفية شرائها كيف تلعب هذه العملات هذه دورات يعني مدفوعة طبعا لكن حاليا يموقف لا نبيعها أبدا لأننا يجب علينا أن تكون دورة مثل دورة باينانس في نظام السومي تريد سيستيم وهي دورة انظر هنا هذه الدورة التي أخذها الناس هنا هي التي أعطت تسعين بالمئة نظام سومي تريد آمن نظام سومي تريد أكثر ربح نعم هذه دورة عفوا كيف نسميها دورة السومي برو كوبراس ها هي الدورة موجودة هنا دورة السومي برو كوبراس وهي دورة هي هذه فيها العديد من الدروس دروس في علم النفس دروس تقنية وكذلك دروس تطبيقية وتداول حقيقي على أرض الواقع هذه الدروس الكثير من الدروس المهم اذا أردت كذلك الدورة يمكنك الاشتراك في الدورة هنا الدخول لتويتر عندي بتويتر والضغط على هذا الرابط هنا ما ستقوم بنقلك مباشرة الواتساب تعطيك الرسالة مسبقة الدمج أرسل هذه الرسالة لأنها هي مفتاح البوت بدون هذه الرسالة لأنني نفتح معك البوت تنتظر بضعة تواني واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة هنا يدخل البوت يتم مفتح البوت وهذه يعني الضورة هي كريبتو سومي برو الضورة التعليمية كريبتو بريميوم حاليا كذلك وقفتها لأن في الفيوتشرز والسوق يعني خطير جدا وسنعوض هنا كريبتو بيزيك مجانية التي تشاهدون في فيسبوك كبيبي تريدرز بلاس إذا اخترناها انظر ستجدوا أنها موقفة منذ مدة لا أبيعها حتى الناس الذين اشتروا ثلاث أشخاص كانوا اشترواها ورجعنا لهم الأموال حتى نقوم بيحل المشكلة الدورة حاليا موقفة اسأل عنها مستقبلا إذا كانت متاحة لكن الضورة الثانية يمكن أخذها وهي متوفرة سعرها رخيش جدا هنا كريبتو سومي برو دورة كريبتو سومي برو التعليمية قيمتها ستين دولار وإذا أخذت هذه الدورة فإنك تحصل على سنقو برومو إذا أخذت الدورة ستحصل على شيء هنا اشتراك جدد ودفع المنظر اشترك بدورة سومي برو تعليمية نجمة نين تحصل على شهر اشتراك مجانا بقناة توصيلة المدفوعة السومي هون ورمزها واحد نجمة واحد كم قيمتها واحد نجمة واحد كانت قيمتها سبعين دولار حاليا جعلناها بأربعين دولار هذا هو سعرها كانت سبعين دولار وهو اشتراك شهري حاليا هو أربعين دولار في قناة التوصيلة المدفوعة التي يعني تقوم تبلي بلائحة صفر توصية خاسرة منذ شهر خمسة من سنة الفين وواحد وعشرين نحن الآن في شهر تقريبا قرابة شهر خمسة من سنة الفين واثنين وعشرين يعني سنة بدون خسائر الحمد لله وهذه إذا دخلت للقناة ستجد آخر شيء نتقلم عنه دائما أهداف الأهداف هنا ستجد هنا الربح وصل لستمئة وستمئة وثلاثين في المئة نحن توصية الويفز ستمئة وستمئة وثلاثين في المئة هنا قصف يعني هدف هنا قصف اربعة وثمانين بالمئة ربح خدمة نقية هنا تجد سبعة وخمسين فاصل وحدة وربعين الرولاكس الضعطة كدلك تضريب هنا اسم العملة 33% ربح هذه 70% الترو ضربت 70% مرة أخرى 525 المهم دائما هناك أهداف هذه القناة القديمة وهذه القناة الحالية المهم هنا ونقول هدف بوم اليوم كان السوق منهار واشترينا البارحة بسرعة في نهاية الانهيار والحمد لله ضربنا يعني في هذا السوق السيء جدا اليوم كان عندنا هدف والحمد لله تم قصف والسومي وكان عندنا هدف آخر في عملة كذلك قامت بشحط الهدف وهدف آخر سنشره بعد قليل إذن هناك الناس يعني في القناة يمكنك التعليق يمكنك الكتابة وهنا كان عندنا كذلك عملة كانت قريبة من ضرب الهدف بسفر فاصلة سفر 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 نبريشا وشخص ما قام ببيعها ببيع قبل ضرب الهدف نبريشا صغيرة وقلنا هنا شخص غدار غدر بنا في عملة سترو سامحك الله ويعني الشباب هنا يعلقون عليه أو شخص منهم سيقولوا أنا لأنه ليست المرة الأولى آآ غدار السلام حتى عنها يعني لا توجد مشكلة ستضرب انظر هنا يعني معنا غدارين معنا غدارين لكنهم لا يؤثرون صراحة على شيء لأن العملة ستضرب غدار إن شاء الله هنا تصويت بأي سعر تبيع أبيع قبل سعر الشورت هولد بقليل أنا غدار انظر كم غدار هنا أربع غدارين يعني الناس تعترف أنهم يقومون بالغدر هناك أربع غدارين أبيع فوق سعر الشورت هولد هناك 11 ربوط أبيع بسعر سومي هولد وأربح دائما انظر هناك الناس سأقول أربح دائما أربح دائما أبيع بسعر قريب من سعر الهولد أو أعلى منه وأربح كثيرا الناس تربح كثيرا أرباح أرباح أبيع بخسارة عندما أحس بالخوف أو أتابع أخبار تافية وأخرج عن التوسية لا أحد أبيع بأسعار الهولد وأضاعف تروتي ترى أنه مجرد ربح لا أحد صوت عن الخسارة أبيع بخسارة لا أحد يبيع بخسارة لا أحد رأيت هذا نظام قوي جدا يعني الخسارة صفر لست أنا من أقول هاتي تصويتات الناس هاتي تصويتات مشتركين معنا في القناة ومنهم من يدفع يعني الشراك سنوي الحمد لله اليوم كان أول يعني عرض للشراك السنوي هو يعني عرض كيف نسميه يعني الشراك لمدة سنة بمئتي دولار الحمد لله كان أول مشتركين هو الذي صنعت له هذا الفيديو وهو سيدة دقيقة انظر هذا هو الشراك يعني الشخص كانت الشراك سنوي لماذا لأن السيدة أخذت كذلك الدورة سابقا كما شرحت في فيديو سابق أخذت دورة سومي برو تعلمت فيها ثم دخلت مباشرة لقناة توصيات المدفوعة والحمد لله يعني هناك أهداف جيدة ومنذ شهور تقريبا ثلاثة أشهر وهي تدفع الشراك وتجدد مرة أخرى فرأت أن المكان جيد وقررت أخذ يعني باكاج يعني لمدة سنة وسعر يعني ايكونوميكو يصبحوا السعر تقريبا 16 دولار فاصلة 6 للشهر جيد جدا بما أن الشخص تعلم نفس النظام ويتداول في قناة يعني التوصيات جاهزة وكل شيء جاهز فلن يخسر أبدا لهذا ترى الناس يعني قلت لكم أن هناك غدار وأعطيكم بالدليل أن معنا غدارين ويقولون لك نعم أنا غدار لكن لا توجد مشكلة غدا يعني الحمد لله غدا سيتم مقصف سعر الشورت هول والسومي هول من المفروض لتلك العملة يعني أن الإنسان يبيع اليوم ثم تتوقف تلك العملة ثم يعني غدا تكمل طريقها أو ما صار الحمد لله ولا توجد مشكلة يعني لا نخسر أبدا وحتى الانهيار الحالي كنا متحررين يعني لم نكن عندنا يعني لم نكن يعني متداولين بل بيعنا قبل الانهيار بيوم تقريبا كامل الحمد لله قبل يوم بيعنا كل شيء وحتى التوصية لم أنزلها لهم عمدا حتى يتم الانهيار تم الانهيار ونزلنا التوصيات انظر هذه التوصية التي تم القصف هي فرقة البارحة يوم 7 أبريل توصية الفيس هي البارحة نزلت أي ساعة البارحة الثالثة صباحا و32 انظر هنا كذلك يعني التوصية الثانية كذلك هي البارحة يعني توصية جديدة 6 أبريل كذلك يوم 6 أبريل نزلنا والحمد لله هذا هو ما نريد يعني في هذا العالم عالم التداول هو هذه الأشياء أن تكون يعني الإنسان يتعلم بطريقة جيدة جدا وأن يتداول بأمان ولهذا أشرح لكم طريقة التداول بأمان في هذا العالم الفسيح لهذا احضروا من البيت مارت والجيت دوت آيو لا تدخلوا فيها بأموال كبيرة جدا ولا تتداولوا بأموال كبيرة جدا في هذا العالم سأبسط لكم الأمر سأبسط لكم الأمر الآن سأشرح لكم كيف يمكنك التدو بأموال كبيرة جدا تحقيق أرباح كبيرة جدا بأموال كبيرة جدا انظر سأعطيك مثال فرضا أن عملة بعشرة دولار الآن بعشرة دولار مثلا نقول عملة بعشرة دولار عملة سيطمة بعشرة دولار يعني لا تشتريها بعشرة دولار بأربعين ألف دولار أنا أعطيك طريقة جيدة جدا انتظرها أي تنزيلة لواحد دولار ستصبحوا واحد دولار واشتري منها أربع تلاف دولار كم ستعطيك ستعطيك أربع تلاف عملة صحيح 4000 دولار ستعطيك 4000 عملة إذا كانت بعشرة دولار 4000 دولار مقسومة على عشرة 4000 عملة مقسومة على عشرة دولار تساوي تحتاج عفوا عفوا ستحتاج عشرة ضرب 4000 عفوا عفوا الإخوان كنت أشاهد المهم وأتكلم معكم هنا ستحتاج 4000 دولار مثلا لتقسمها على عشرة دولار للعملة كم ستعطيك فقط 400 دولار 400 عملة طبعا الآن أنت تشتري ب 4000 دولار 400 عملة فقط عندما تكون مرتفعة انظر عندما يرخص سعرها تصبح بواحد دولار العملة يعني 10000 دولار عفوا 4000 دولار مقسومة على واحد دولار تساوي عندك 4000 عملة الشريع ب 4000 دولار فقط عندما ينزل سعرها تستحود على عدد عملات أكبر بسعر أرخص بمعنى أنه إذا زاد نزل سعرها مثلا للنصف أصبحت 0.5 ستصبح عندك 2000 دولار يعني ستعود مرة أخرى أقل شيء لتتضاعف ثلاث مرات تصبح عندك 6000 دولار وهكذا تحقق إما الربح أو التعادل وتكون تستداول في الشيتكوين بنظام السوميتري السيستيم وهو يجعلها نسبيا آمنة لكن عالم الشيتكوين ليس آمن هامش الخطر فيه مرتفع يمكنك فقط الآن نحن بهذه العمليات نحاول تقليل هامش الخطر يعني رفع هامش الأمان وتقليل الخطر لكن يبقى دائما يعني ليس مكان مثل أو مثل الأسواق التي نتدول فيها هامش الأمان 99 إذن لكن انظر الآن انظر الآن تخيل معي عندك تريد الآن مثلا السعر العملة كما قلنا لشراء 4000 عملة ضرب 10 دولار للعملة تحتاج 40 ألف دولار بمعنى بعض الناس يدخلون لشراء عملة بسعر غالي جدا ب40 ألف دولار ثم ينتظرها كم تصبح تصبح مثلا ضرب 2 لتصبح عنده 80 ألف دولار ماذا يحتاج يحتاج أن ينتظر العملة يعني يحتاج أن ينتظر هذه العملة لتصبح 20 دولار أما الوصول لـ 20 دولار يحتاج وقت وقد يكون هناك خطر قمة ما ينزل السعر لكن انظر لتحقيق 100% تحتاج لـ 20 دولار صحيح انظر هنا لجمالية الشيتكوين لجمالية المبلغ انظر التدول بطريقة آمنة فرضا أن عملات نزلت لـ 1 دولار هذا ما حدث في السيطامة اللوفي الفلوكي الموني وغيرهم كلهم نزلوا بأكثر من هذا المبلغ الموني كانت تقريبا بـ 5 دولار سعرها هي الآن كم سعرها سأريك الآن كل شيء لكي تكون يعني تعيش الواقع انظر الموني سأريك الآن موني لتفهم الشيتكوين أين تكون تظن أن هذه المبلغ الأرقام التي نتكلم عنها الموني عمي انظر أين كانت 2.4 دولار انظر الموني كانت في 4 دولار ترى 4 دولار ثم 2.71 وصلت لأكثر من 4 دولار سأريكم أين كانت الموني أكثر من 4 دولار كانت دقيقة فقط لأخونا هذه الطبيقات اللعينة تقيلة تتأخر انظر هنا سنوريكم الآن موني انظر لأشرح لك يعني كمثال سيطامة الموني فلوكي كلها نفس المشكلة انظر أين كانوا هذه العملات سنرى ما تنسى سنستعملوا وان ويك الموني كانت يعني هنا بـ 4.92 دولار 4.92 كم هي الآن في السوق هذه عملة جيدة جدا صراحة مثلا نعطيك 4.92 دولار الفرض أن نزلنا مقسومة على عشرة كم ستصبح 0.49 كم نزلت هذه نزلت 2000 بالمئة عملة الموني أو أكثر أو 2500 بالمئة بمعنى هذا هو الشيتكوين وأنا أشرح لك أشياء انظر ليست الموني فقط كل الشيتكوين نفس الشيء هذه هي الأشياء التي لا يشرح لك المحللين في بوناعجي وغيرهم من التافهين أنا أتكلم عن التافهين ليس الناس الذين يحاوي يشاهدون وذلك ما قدرهم الله عليه أنا أتكلم عن الماستر انظر لعملة الموني من أين نزلت يا عمي الله بسم الله اسمي الله ويتلو شهادتك انظر من 4.92 أهل ليس موني رأس ترى الكثير من الشيتكوين التي الآن لماذا يقولون لك الناس خاسرون لأنهم أغبياء انظر هات يا الفلوكي انظر من أين نزلت الفلوكي من أين نزلت انظر من ثلاث أصفار أربعة وثلاثين أربعة ثلاث أصفار واحد شوش ثلاثة أربعة وثلاثين أربعة مقصوم على عشرة يا سيدي أما لا تدرنا للعيبة تحيي ذا أربعة وثلاثين أربعة وثلاثين أربعة وثلاثين أربعة مقصوم على عشرة ستصبح أربعة أربعة أصفار بعد الفاصيلة أربعة وثلاثين صحيح انظر هي أين هي الآن في أربعة أصفار ثلاثة وثلاثين نزلت بألف بالمئة كذلك أكثر يعني من ألف بالمئة ألف ومئة بالمئة تقريبا ألف وبضعة أرقام ألف وخمسين بالمئة هات هي عملة الفلوكي رأيت أن هذه القاعدة التي أعطيك تحدث يعني لا تقول لها من مثال تكلمت لنا عن موني آه يقول شيء الشيء اللوفي فلوكي هذه اللوفي كذلك هات هي العملة كذلك ثوري انظر هنا اللوفي كذلك أم كان السعره يعني السعر اللوفي لن نتكلم عن السعر الأول كان واحد جوج تلاتة ربعة خمسة ست سبعة تمانية أصفار ربعة وثلاثين تمانية أصفار ربعة وثلاثين انظر سفر فاصلة واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ست سبعة ثمانية الآن سنضيفه الظفر ولكي نقومه بالحساب ربعة وثلاثين يعني سيكون الجوج ربعة ستة تمانية تسعة أصفار ربعة وثلاثين حاليا كم سعره جوج أربعة ستة تمانية تسعة أصفار ربعة وثلاثين ها وحسبه جوج أربعة ستة تمانية تسعة أصفار ربعة وثلاثين كذلك نازل اللوفي بألف بالمئة رأيت لماذا الناس الآن يبكون في المغاربة والجزائريين جامعي القمامة هذا نسميه من قمامين جامعي الشيتكوين إذا تريد الدخول للشيتكوين تريد أن تصبح قمام على الأقل ندخلها في مكان جيد هذا مكان آمن للدخول نسبيا هو ليس آمن لأن الشيتكوين يمكن أن تقوم بولادة خمس أسفار أخر للا توجد مشكلة انظر هذه اللوفي كذلك لكن الآن لا أحد يشتري هذه العملات من يشارها يشارونها فقط عندما يرونها هنا لأنهم يقولون ستصلوا لمليون دولار ويبدأون بالحلم بالملايين عفقة معلم لا يوجد رحم بالملايين لا بالطيخ انظر هنا إذن رأيت اللوفي ليس اللوفي لوحدها يا عمي سأعطيك كل عملات الناس الحالية الذين يتسنطحون علي في السوق كلهم خاسرون بألف بالمئة من رأس مالهم أو تسعمائة بالمئة أو تمانمائة وخمسين كلهم كل عملات يعني أن أنا الآن أبيع بربح مئة بالمئة وهم خاسرون ما الفرق الفرق هو في الخبرة الفرق هو في التعليم ويأتي ذلك الغبي من ضمنه كريبتو ميد ليحاربت دورات تعليمية في شهر سبعة من السنة الماضية عندك وتتعلموا شي حاجة أنا أسير دير البحث ديالك وهالبحث ديالك انت براسك هالبحث اللي عندك ولدك التعلم من يوتيوب عندما يتعلموا منك انت براسك بايع بتتعين بالمئة خسارة باع المهم تكون الكثير من العملات يحدث عندها نفس الشيء أآآ أبي بي مثلا لا توجد هنا أآآ الكثير كل العملات أخوان السيطما نفسها السيطما التي كان يقول لك جيمي الكثير من الشاب بيعداركم وشري السيطما انظر للسيطما نفس الأمر الآن سأتكلم لك نحن نتكلم بدراسة نحن نتكلم عنها بالطيخ نحن نحن هاتي امور هنا السيطام الهاي هو واحد جوج سنقوم بحساب عفوا و جوج اربعة ست اصفر جوج ست اصفر سبعتاش السيطام ست اصفر سبعتاش جوج اربعة خمسة سبعتاش الان سنضيف لها فقط سفر اخر لنقوم باختزالي على لقسمتها على عشرة جوج اربعة سبعتاش هذا هو السعرها يعني بنزول الف بالمئة بخسارة الف بالمئة تدخل بربعين الف دولار تبقى معك اربعة الاف دولار هذا هو المثال الذي اعطيك وهذا هو المثال ستراه هنا الان كم سعرها سبعة وعشرين اه عشرة جوج اربعة سبعة عشرة يا لاطف سلامة يا لاطف سلامة نازلة ب الف وسبعمية بالمئة الف وسبعمية بالمئة بمعنى انك اذا دخلت باربعين الف دولار في السيطامة فمعك الان كم ام معك ثلاث تلاف الفين وثمانمائة دولار فقط معك الفين وثمانمائة دولار لهذا من الاحسن اذا اردت التداول مستقبلا في الشيت كوين انظر للدورة كم هي سهلة انظر طريقة سهلة عمي لكن هذا هذية لطلابي اولا ومشاركي قناة توصيات المدفوعة اعطيتهم هذه التوصيات اعطيتهم توصيات جيدة جدا المجان نعطيهم توصيات جيدة جدا في عملات الشعبية وقناة توصيات المدفوعة عندهم شيت كوين جيدة جدا تابعة لشركات محترمة المهم انظر الان الفرق حاليا اذا اشتريت الفين وثمانمائة دولار حاليا من السيطامة هي كما لو اشتريت بالضبط اربعين الف دولار قبل النزول اربعين الف دولار بمعنى ماذا يحدث ماذا سيحدث الفين وثمانمائة دولار ضرب عشرة هذا ستصبح عندك تمانية عشرين اه ليس عشر اكتر ستصبح عندك 42 الف دولار مهم 1800 دولار لان النزول 1700 ستصبح عندك 40 الف دولار ناقص كم 2800 دولار اللي دخلت بها كم بقي معك 37 الف دولار ومئته الربح بمعنى انك ربحت 37 الف دولار ومئته الربح في متى في الوقت الذي فقط الآن يتعادل فيه الناس الذين اشتروا ب43 الف دولار يالله رجع لهم راس خلقهم أن تتربح هذه المبالغ إذن هذا هو هذا هو نظام في مجال ليس ذلك التدول العشوائي ديال بي بي ودجاج لك ديرونت ومفسق ذلك نسميه العشوائية يعني العشوائية بهذه العبارة الناس هنا نحن نتدول بالعقل نتدول برياضيات نتدول بحسابات نتدول بخبرة نتدول بمنطق نتدول بهامش أمان نتدول بالكثير من المعايير لهذا لا تستغرب عندما تجدوني أربح مئة بالمئة في قعر السوق مبسيطة جدا تقول لي واش مئة دولار ماشي مليون دولار أنا لا اشتريت مثلا عملة السيطامة حاليا أنا أعطيك مثال باش نقربك من الصورة صديقي إذا اشتريت مثلا عملة السيطامة حاليا أنا أقول لك نقربك من الصورة نظام تدولي أنا إذا اشتريت هذه العملة مثلا ما تنسى أقول مثلا لا أنصح بشراء أي عملة التي أريتكم هذه مجرد أمثلة العملات التي أتداول فيها أنا لا أريها لكم الإخوان لكي تفهم هذه الأمور لأن هنا عندنا سيول ضعيفة جدا قد تدخل للسوق فأغذره بك أنا هذا العالم يجب عليك أن تكون متعلم جيد جدا لتدخله فيه لأن الآن صور الشخص يبيع هنا ثم تجد العملة هنا بألف المئة هذه مشكلة انظر انظر وقم بمشاركة هذه الدورة مع أي شخص من أصدقائك يريد دخول عالم تداول عالم تداول ليس خطير عالم تداول خطير على الجاهلين على الناس الذين لا يدخلون عن علم يدخلون عن بي 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 والتجاج يسمعوا لي في تيك توك أو لا أدري أين ثم يدخل للشراء أو يتابعوا بعض المغفلين صحاب تحليل فني على الإخوان راها مرة أنا بغير بيتخوين مليون دولار مهم أنا الآن إذا أردت الدخول على السيطة ما سأدخل عليه هنا أين سأبيع عمي سأبيع في هذا المكان هنا فقط يعني بالخمستاش خمسين بالمئة إذا تجاوز عني الحمق سأبيع بـ 18 يعني 80% نقول لكم السلام عليكم تقول لي را السيطة ما توصل إلى خمسة مليار دولار نقول لك أخوية فاش وصل إلى خمسة مليار دولار وتكون غادي علينا بطيارة أرمينا شي ربطة النعناع بذيك برايفيت جيت ديال ديك طائرة الخاص صليعة والدير الله يعاونك إحنا لدينا نظام تداول استثماري حادر جدا وهذا هو كيف نتداول نحن نتداول ليس بجشع نحن نتداول بحذر هذا هو النظام سترى هنا حذر هنا هذا هو النظام الذي نعلمه للناس تداول بحذر غامر انظر هنا إما الربح أو التعادل ترى أننا نعمل إما الربح أو التعادل رأيت إما سأربح أو سأتعادل بهذه العلم الذي أريكم الآن هذا علم هذه رياضيات وهذا فقط ما قد ترجل هذا ليس الدور التعليمي هذا ترجل هذا مجرد درس من خمسين درس هذا مجرد درس سظن أنك تعلمت الأنواح فعلا سيفيدك درس واحد في هذا سيفيدك لأنه خارج هذا الفيديو ستجد فقط بيبي والعربية لا يوجد يعني لا علم ولا شيء بناس دخل السيطمة قال لك فريق يا لازوين مليون دولار نعم العملة نربح فيها آخر مرة ضربنا في السيطمة ما كانت 80% بحاية لكي يقول لك الناس أنا من شحطت السيطمة في آخر مرة مع الطلاب مع كل شيء شحطنا السيطمة والأمور طيبة شحطتها مرتان قبل بضعة أيام هاي ستجد هذه التوصية أعطيتها مجانية هنا ترى هاي السيطمة 80% 80% التي ضربت فيها الحمد لله والأمور طيبة كانت هذه التوصية هاتي كانت التوصية شرين الحمد لله ثم بيعناها بربح 80% والأمور طيبة دقيقة الإخوان فقط سأوريكم هنا لأنه عندي آلاف تويت أنا شخص نشط جدا على تويتر هاي سيبدأ هنا يعطون لنا أشياء قديمة شيئا من الأسفل هنا هاتية توصية السيطمة انظر هاتية توصية يوم 29 مارس يعني قبل الآن 8 أيام اللهم اشهد أن هناك ربح 80% في السيطمة رأيتم أنه ليس المشكل في السوق آية السيطمة شحطناها بال80% ما تنزلناه 21 بعنا يوم 29 صافي سدات ماذا إذن أنت الآن تتعلم هذا فقط يعني دردش بسيطة من البروفيسور مالك ماذا لو أخذت الدورات التعليمية التي يعني أعطيتها وقت وهناك تعليم وانظر انظر هنا ما هو نظام تداول انظر تداول بحذر ما هو شعار نظام هو تداول بحذر بمعنى هنا نحن نتداول بحذر لا نتداول بدكاء لا نتداول بدهاء لا نتداول بعقلانية نحن هنا نتداول بحذر الحذر يجمع الدكاء والعقلانية والدكاء والدهاء ترى ولهذا نحن نتداول بحذر لأننا لا نريد أن نكون في الخازوق يلا شكرا لكم السلام عليكم هذه الفيديو لن تجد أي شخص يقوم لك بشرحه في يوتيوب لا شخص لأن النظام سوميتريد سيستيم مبتكره هو من يشرح لك الآن هذا النظام اللعين في هذا الفيديو مع ذلك دائما ستجد آلاف الإعجابات والشكر والتقدير لصحاب بيبيا دائما لك يعطيهم النقب حبة الزرع كي شكره أما لك يعطيهم دائما كيشرح لهم أمور بطريقة جيدة وهذه يعني ما مشي شي حاجة يعني يعطينا يعني كيفاش نخدمه كيفاش نبيعه ونشريه وكيفاش ما نخسروش هذاك ما مزينش بغينشي واحد اللي نشريه و40 ألف دولار ردنا ألفين دولار يعني مزين لهذا لا تجد دائما تقدير لهذه المجهودات رغم أن الشخص لا يرى أنها الخامسة صباحا تقريبا 24 دقيقة ونصور لك هذا الفيديو أثناء طبخي للصحور يلا شكرا لكم والسلام عليكم إذا أردت للشراك في يعني الدورات تعليمية وكذا كما قلت لك مرة أخرى سدخل لتويتر تبحث عن مالك أونين ثم تضغط في هذا الرابط وتختار ما تريد شكرا